هذه القصة قصة بين سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أحد الصحابة هو الصحابي الجليل سيدنا أبو ثعلبة الخشاني رضي الله عنه أرضاه نتعلم فيها من القدوة من الأسوة الحسنة سيد النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منها الكثير من الفوائد والعبر ونرى كيف كان رفقه بالصحابة رضي الله عنهم أرضاه فداه نفس ما أحسنه من معلم ومن مربي صلى الله عليه وسلم وأيضا نتعلم منها الكثير عن الصحابة كهذا الصحابي الجليل سيدنا أبو ثعلبة الخشاني رضي الله عنه أرضاه ومن الصحابة غير المشاهير صحابي مغمور مش مشهور معروف يعني أغلب الناس لا يعرفون إلا اسمه فقط وننبه من خلال التعريف به على أنه ينبغي علينا أن نهتم جدا بسيدنا النبي وبآل البيت وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء هم الأولى بالمعرفة وهم الأولى بالتعريف والتعليم والتدقيق النهاردة ممكن تسأل ولادك عن فنانين تلاقي حافظ أسماء فنانين عن ممثلين حافظ أسماء ممثلين عن مغنيين لا يتوه في أسماء المغنيين أو في أشكالهم وصورهم وحواراتهم وأخبارهم وهكذا عن لعيبة كورة تلاقي ما شاء الله عارف يعني الفرق إيه ومن اللي احتياطي ومن الأساسي ومن اللي اعتزل ومن اللي ما اعتزلش ومن اللي تعب ومن اللي سليم فاهتم شبابنا للأسف الشديد اهتموا بأخبار أو أحداث أو بأشخاص زيادة عن اللازم ومن المفترض أن نحن نهتم بما هو أهم يعني أولى بنا أن نحن نهتم بسيرة الأئمة بسيرة العلماء وأولى من هؤلاء أيضا أن نهتم بسيرة آل البيت وأولى وأولى أن نهتم بالصحابة وأولى وأولى أن نهتم بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكن لما نتفاجئ أن شبابنا إلا من رحم الله مش عارف حاجة عن سيدنا النبي مش عارف حاجة عن الأنبية مش عارف حاجة عن الصحابة مش عارف حاجة عن العلماء مش عارف حاجة عن الأولية مش عارف حاجة عن آل بيت النبي مش عارف حاجة عن أمهات المؤمنين مش عارف حاجة إلا يعني القليل البسيط من كتاب الله عز وجل بل ربما سئل أحد الشباب أو أحد البنات عن القصار من القرآن يعني الصور القصار من القرآن صور بسيطة من جزء عامة فلا يعرف عنه شيئا يعني لو سألته مثلا كده حافظ سورة قريش ما يعرفش يعني إيه سورة قريش يقول لك إيه سورة قريش دي هم قريش كمان ليهم سورة في القرآن ما يعرفش السورة دي طويلة ولا صغيرة وهي سطر لإيلة في قريش إيلة فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف سورة النصر ما يعرفش يعني إيه سورة النصر ولا يعرف فيها كبيرة ولا سورة النصر هي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وهذا يا أحباب إن دل إنما يدل على تقصرنا في باب التعليم والاهتمام بهذه الأبواب تعليميا ودعويا وأيضا على تقصير هذا الجيل في حق نفسه ترجمة نانسي قنقر